غدرت أكثر من نصف مليون بطاقة اقتراع غيابي أولى بطاقات الاقتراع لانتخابات الرئاسة الأمريكية مكاتب الانتخابات في طريقها إلى الناخبين الذين طلبوها عبر ولاية نورث كارولينا وبذلك تكون الانتخابات الرئاسية الأمريكية قد انطلقت فعليا في ولاية نورث كارولينا التي بشرت بإرسال بطاقات الاقتراع الأولى إلى حوالي 620 ألف ناخب طلبوا التصويت عبر البري وباستلام بطاقات الاقتراع في هذه الولاية التي يعتبرها البعض من الولايات المتأرجحة فيما يخص ميول التصويت يبدأ سباق انتخابي مدته ثمانية أسابيع ينتهي في شهر تشرين الثاني المقبل ويسعى الرئيس دونالد ترامب للحفاظ على هذه الولاية في صفه بعد أن استحوذ على أصواتها في انتخابات عام 2016 فيما يأمل منافسه مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن أن يقلب الصورة في الولاية للمرة الأولى ويطمح ترامب في الفوز بولاية رئاسية ثانية بعدما أطاح بمرشحة الحزب الديمقراطي لانتخابات عام 2016 هيلاري كلينتون فيما يسعى بايدن إلى إحداث مفاجأة وهزيمة ترامب وكسر سيطرة الديمقراطيين على كرسي الرئاسة بالنسبة لبايدن يشكل إلغاء الحظر المفروض على سفر المسلمين إلى الولايات المتحدة الذي فرضه ترامب وملفات فيروس كورونا الذي تفشى بشكل كبير في البلاد وملف التمييز العنصري وتداعياته والعلاقات مع الصين وروسيا أبرز أوراق بايدن للفوز بالرئاسة فيما يعول ترامب على سياسة الاقتصاد والنفط وتراجع معدلات البطالة كذلك يعول ترامب على سعيه للحد من التوسع الصيني على مستوى العالم وجزئية تطبيع العلاقات بين الإمارات والكيان الصهيوني التي مثلت نقطة قوة في مسار الانتخابات لصالحه سباق ساخن مرتقب في الانتخابات الرئاسية المقبلة من أجل الضفر بكرسي رئاسة البلاد فهل ينجح ترامب في الاستمرار في الحكم أم يطيح بايدن به ويعتلي الكرسي موسيقى